إذن عقرب الساعة تشير الآن إلى التسعة وهو موعد موجز الأنباء بصحب الزميلة المدلة شرقاوي مننا شكرا مصطفى التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات التوريد كما وجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي وموقف المغزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية حيث اطلع رئيس السيسي على موقف المغزون الاستراتيجي والأرصدات لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة كما تابع مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية لإنتاج محصول تصديري لجودة متميزة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية وتطوير غير المسبوق لها والذين عكس على زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة ليبلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6.43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم بحصيلة إجمالية تقدر حوالي 3.3 مليار دولار شارك وزير البترول طارق الملة في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين الذي عقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وعلى جانب آخر عقد الملة جلسة مباحثة مع نظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين قال رئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن بلاده بحاجة شديدة لمزيد من الإمدادات الأسلحة الحديثة من الغرب لأن روسيا تحشد قواتها من أجل مزيد من التصعيد وفي خطابه اليومي أوضح زيلنسكي أن العالم الحر لديه كل ما هو ضروري لوقف العملية العسكرية الروسية على بلاده وإلحق هزيمة تاريخية بموسكو أعلن الحاكم الإقليمي لخاركييف أن قصفاً روسياً استهدف المدينة بعد ساعة قليلة من زيارة غير المتوقعة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفقة نظيرها الأوكراني ديمترو كوليبا ودعا حاكم خاركييف سكان المدينة إلى ضرورة البقاء في الملاجئ موضحاً أن روسيا ستوصل القصف مرة أخرى أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسترين ترودو أن بلاده ستشتري من الولايات المتحدة منظومة دفاع جوي من طراز ناسامز لتقديمها هبة لأوكرانيا ووفقاً لأتاوى فهذا أول منظومة من هذا النوع تقدمها كندا لأوكرانيا في هبة تنهز قيمتها أربعمائة وستة ملايين دولار كندي وأدلت رودو بإعلانه هذا في أعقاب لقاء ثنائي جمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في المكسيك قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب وضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا وذكر مسؤول المنظمة أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور الجديد في أوروبا مؤكدا أن المتحور الجديد الأسرع نقلا للعدوى من سلالة أوميكرون تنطرق اليوم مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدور الممتاز ففي الثالثة إلى الربع يلتقي طلق الجيش مع سموحة ويواجه البنك الأهلي فريق الداخلية قبل أن يصطدي فيوتشر فريق بيراميز في السبعة مساء وفي ذات التوقيت يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندري على ستاد بورج العرب في مباراة يسعى فيها أبناء متعقبة لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من أسوان والتعادل أمام الداخلية في آخر مبارتين بالدوري يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد خمسة وعشرين نقطة نهاية موجز التاسعة عودة الاستكمال باقي في قرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل